اشتركوا في القناة المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس اجراء انصارم من المدرب خليلوزيتش تجاه لاعبي على المغرب قرر مدرب المنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش اتخاذ اجراء انصارم تجاه لاعبي على الرغم من التأهل الى دور ثماني نهائي كأس امام افريقيا متصدرا لمجموعته برصيد سبع نقاط عقب التعادل مع منتخب القابون في اخر مبارية دور المجموعات وقرر المدرب خليلوزيتش منح يوم راحة واحد فقط للاعب اسود الاطلس وهو يوم الخميس على ان يستأنف تدريباته اليوم الجمعة استعداد لمواجهة منتخب مالاوي في دور ثماني نهائي يوم الثلاثة القادم ورفض المدرب البوسني السمح للاعب المغرب بمغادرة مقر الاقامة في مدينة ياويند خلال يوم الراحة وذلك حفاظا على سلامة المجموعة من اي اصابة بفيروس كورونا قد تبعتر اوراقه في ثماني نهائي كأس امم افريقيا وتعرض لعب بعض المنتخبات الاخرى للاصابات بفيروس كورونا بسبب السماح للاعبهم بلقاء المناصرين خلال ايام الراحة من جهة اخرى وحسب الاخبار القادمة من الكاميرون فقد اصبح اللاعب رايان ماي جاهز للمشاركة في مباراة ثماني نهائي امام منتخب مالاوي بعد عودته الى التدريبات الجماعية وتعافيه من الاصابة التي ابعدت عن جميع مباريات دور المجموعات وكان قلب هجوم اصود الاطلس قد تعرض لاصابة في احدى الحصص التدريب يترح تكاكن مع الحارس الثالث ريد التجنوتي ويأمل خليل الزيتش في تعزيز الخط الامامية خصوصا بعد اخطاء بعض المهاجمين في المباريات السابقة عاجل الليغة تكافئ اشرف حكيمي بيل كاميرون بسبب هدفه العالمي اشهدت رابطة الدورة الاسبانية لكرة القدم لا ليغة بالدولة المغرب اشرف حكيمي لاعب المنتخب الوطني الذي وقع على مصاري مميز رفقة الاصود في نهائية كأس الامام الافريقية المقام حاليا بالكاميرون وحتى السادس من فبراير المقبل ونشر الحساب الرسمي للا ليغة عبر موقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الاهدف التي وقعها اللاعب حكيمي مع فريقه الاوم ريال مادريد وعلق على اهدف النجم المغربي بالقول انه ابن مدرسة الملك ريال مادريد وانقض حكيمي الاصود من الهزيمة امام القابون بتسجيل هدف التعادل تسديدة قوية من ضربة حرة وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهما ليتأهل المنتخب المغربي الى دور تموني نهائي في صدارة المجموعة الثالثة النيبت عندنا منتخب كبير غادي قل كلمة ديالو اكد نرد دين النيبت عميد المنتخب الوطني سابقا ان اصود الاطلس يقدمون مستوى جيد خلال فعالية كأس الامام الافريقية المقام حاليا بالكاميرون واضف لعب المنتخب الوطني السابق في حوار مع قناة الرياضية قال ان المغرب يتوفر على منتخبين يتكون من لعبين شباب وعيدين ينتظرهم مستقبل جيد وقال المتحدث داته انه يتمنى ان يوقع الاصود على كان مميز والذهب الى الدور النهائي تعرف على رد رياض محرز بعد اقصاء الجزائر في الدور الاول من كأس امام افريقيا رفض رياض محرز قائد المنتخب الجزائري ايجاد تبريرات عقب الخروج المبكر من كأس الامام الافريقية الكاميرون 2021 حيث ودى حامل لقب مبكرا بخسارتين وتعادل في المجموعة الخامسة متديلا الترتيب وقال محرز عقب المباراة في تصريحات صحفية لقد قدمنا كل شيء من اجل الفوز امام الكوديفور والتأهل لم نكن في المستوى اليوم واضاف انا اول من يتحمل المسؤولية بعد الخسارة وهذه هي كرة القدم وسنعود اكتر قوة ان شاء الله الخسارة بسبب لعنة ايبوسي بلماضي ينفعل على صحفيين كاميرونية بدى جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر حزينا في المؤتمر الصحفي الذي اعقب خسارة منتخب بلاده امام الكوديفور بثلاثة اهدف لهدف وودع كأس الامام الافريقية لكرة القدم كمتديل لترتيب المجموعة الخامسة رغم انه حامل لقب لكنه غضب لسبب مختلف تماما بسبب السؤال من احد الصحفيين الكاميرونيين وودعت الجزائر حاملة لقب البطولة التي تستطيفها الكاميرون حتى السادس من الشهر المقبل من دور المجموعات بعد الخسارة من الكوديفور وهي الثانية للتوالي بعد الهزيم امام غيني الاستوائية وقالت صحيفة النهر الجزائرية ان ما زاد من حزن بلماضي وغضبه في المؤتمر الصحفي سؤال من احد الصحفيين الكاميرونيين وجهوا الى المدير الفني بشأن ما اذا كان سبب خروج الجزائر المبكر في البطولة يعود للعنة اللاعب الكاميروني الراحل البر ايبوسي وردب الماضي على الصحفي غاضبا لا اعلم من سمح لك بالدخول الى هنا لكن من فعل ذلك فلقد ارتكب خطأ مهني كبيرا وكان الكاميروني البر ايبوسي لاعب في شبيبات القبيل الجزائرية عندما وفت المنية متأثرا باصابته بمقدوف القلته الجماهير الغاضب بعد هزيمة فريق على ارضه امام اتحاد العاصمة في دور الدرجة الاولى الجزائرية وذلك عام 2014 وذكرت وسائل اعلام حينها ان ايبوسي هدف الدوري الجزائري في الموسم الذي سبق وفاته وصيب في رأسه اثناء رشق جماهير شبيبات القبيل للعبين بالحجارة والالعاب النارية اثناء مغادرتهم الملعب بعد المباراة لكن ما اثر غضب الجماهير الكاميرونية رغم مرور نحو تمانية اعوام على وفاة ايبوسي ما قاله الطبيب الذي قام بعملية تشريح جثة اللاعب بطالب من عائلته حيث قال بانه يوجد احتمال كبير ان يكون ايبوسي قد عاد الى غرفة تغيير الملابس وهو على قيد الحياة ودون اي اصابة مستخلصا طبقا للتحاليل الطبية التي اجراها انه تعرض الى العنف والضرب داخل غرفة تغيير الملابس وحاول ان يدافع عن نفسه لكن تم منعه من التحرك من طرف مجهولين قاموا بليده الاسرة ثم ضربوا على الجمجم وهناك ادلة طبية تؤكد ذلك شباب الحسيم يؤدي 600 مليون في 6 نزاعات دولية لرفع عقوبة الفيفا ادى فريق شباب الريف الحسيم مبلغ 600 مليون سانسين في 6 نزاعات دولية مع غرامة من الجامعة بقيمة 80 الف درهم لرفع عقوبة المنع من التعاقدات التي فرضها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وادى شباب الريف 19 مليون سانسين للاعبه السابق بينجواء و60 مليون سانسين لموغان بيتروغالا بينما ادى لتوني فاليرا مبلغ 256 مليون سانسين كما ادى الفريق الحسيم مبلغ 170 مليون سانسين لاليخاندرو بالبو و60 مليون للاعبه السابق من فور و22 مليون لرومان وكلهم لعبون حملوا قميص الفريق دون الحصول على مستحقاتهم المالية ولجأ اللاعبون الى الاتحاد الدولي لكرة القدم ليحصلوا على احكام لفائدتهم الامر الذي فرض على الحسيم اداء المبلغ المذكور لجانب مبلغ 80 الف درهم غرابة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعاش شباب الريف مشاكل كثيرة استهمت في انحضاره الى اقسام الهوات بعدما كان من اندية القسم الوطني الاول السنوات وطرت عصبات الهوات لكرة القدم الى تأجيل ازيد من 10 مباريات لفريق بسبب عدم توفره على لاعبنا لخوض المباريات نظر للعقوبة التي كانت مفروضة عليه من قبل الفيفا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة